بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا من خلال نور الدين نستهدي الطريقة إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا حتى نعيشها السعداء في الدارين في الدنيا والآخرة والحقيقة التي اتضحت للإنسان أن الله سبحانه وتعالى جل جلاله خلق هذه الدنيا وأنه أرسل الرسل وأيدهم بالمعجزات المتتالية وأنه أنزل الكتب وأنه كلف الناس بتكاليف هذه التكاليف قد يفهمها البشر فهما صحيحا ويضعها البشر في مكانها المضبوط فينال سعادة الدنيا وقد يحدث شيء من الغبش في تفسير خاطئ أو في عادة شائعة أو في ثقافة عامة أو في عقلية ضعيفة فينظر إلى ما أراد الله سبحانه وتعالى منه أن يكون سبباً للأمن والأمان وسبباً للسعادة والسلام فيحوله إلى سبب في النكد والتبرم ويخرج به عن مراد الله سبحانه وتعالى أنزل الله سبحانه وتعالى العهد الأخير عنده العهد القديم والعهد الجديد الطورة والإنجيل عمل وهي القرآن الذي نزل على قلب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وأراد الله أن يكون خاتماً للرسالات ونهايةً للوحي وعهداً أخيراً مع البشرية يصلح لكل زمان ومكان الحمد لله رب العالمين في صلاة اليهود يقرؤون شيئاً كما نقرأ الفاتحة فيقولون الحمد لله الذي خلقتني ذكر ولا أعرف ماذا تفعل الأنثى اليهودية لكن وجدوا لها حلاً أو يعني غيروا في النصوص إذا أرادت المرأة اليهودية أن تصلي كيف تقول خلقها الله امرأة وهي فرحة أنها امرأة فماذا تقول شيء غريب مقارنة نقارنها من أجل أن نرجع إلى ديننا فنقول سبحان الله عندما يقول الحمد لله رب العالمين وما خلق الذكر والأنثى إذن هيا بنا نذهب إلى الكتاب نسأله في هذا الاجتماع البشري لأن كثيراً من الناس يرى أو لا يفهم مرادنا الذي نتكلم فيه يأخذون بعض النصوص مبتورة من سياقها وسباقها ولحاقها السياق والسباق الكلام الذي استدللت به ما كان قبله واللحاق ما كان بعده والسياق هو هذا الذي يتكون من السباق واللحاق معا ما نستدل به قالوا المرأة لا يحترمها الدين لماذا؟ قالوا لأنه يعطيها النصف في الميراث من الرجل وهذا كذب الذكورة والأنوثة لا علاقة لها بهذا لأن الأب والأم رجل ومرأة فإذا مات الابن وكانت له زوجة وأبناء وكذا الأب يأخذ السدس والأم تأخذ السدس من غير التفريق مش الأب يأخذ التلت والأم تأخذ السدس لأنه ذكر وهي هذا السدس وسدس قد تأخذ المرأة ولا يأخذ الرجل أصلاً فلو مات رجل وترك زوجة وبنت وأخت وأم وعم المتبادر إلى الزهن أن العم يدخل لأنه رجل سيعصبه آبت هناك العصبة تقفلوا بعضها على بعض مع البنات فالأم تأخذ السدس والبنت تأخذ النصف والزوجة تأخذ الثمن والأخت تأخذ الباقي والعم يعني لا يأخذ شيئاً إذن هذا النظام له هدف آخر غير التمييز العنصري المبني على الجندر المبني على النوع هذا لا وجود له ستة وثلاثين مسألة فيها المرأة تأخذ والرجل لا يأخذ فيها المرأة تأخذ مثل الرجل فيها المرأة تأخذ ضعف الرجل فيها المرأة تأخذ نصف الرجل آه يبقى هذا أمر آخر وترتيب آخر له معنى آخر ولكن أكثر الناس لا يعلمون أين المرأة في الإسلام هيا بنا نذهب لربنا سبحانه وتعالى ننظر ماذا يقول يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف بس خلاص انتهى الأمر يبقى في مساواة مطلقة هو قال هذا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف هذا أصل المسألة لو ذهبنا إلى ربنا سبحانه وتعالى وقارننا في حكاية الخلق حكاية الخلق حكاية غريبة ربنا خلق آدم وخلق منه حواء واشمعنا اشمعنا الولاد يكون الأول حتى تكون نفسه واحدة لأنه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيمة فلما جاء يحكي لنا قصة الخلق لما حدث ما حدث بين آدم وحواء من ناحية وبين إبليس وهو رمز الشر والوسواس الخناس في كل القصة الواردة إلينا من غير القرآن أن حواء دحكت على آدم وكانت سببا في إخراجه من الجنة وما زلنا في أدبياتنا الجاهلة الشائعة يقول لا ما أنت لخرجتني من الجنة ربنا قال فأزلهما مش فأزلهوا أو فأزلها لم ينسب الخطيئة إلى المرأة وأن آدم ضحي بل أسند إليهما المسؤولين وقال ليس للإنسان إلا ما سع الشيطان وسوس لحواء لا ما حصلش كلام ده كذب في الأدبيات كده في المنقول والموروس الشعبي كده لكن في القرآن مش كده في القرآن أنه ما سواء وعلى سنة البرنامج بنعمل حوار علشان نطلع اللي في مخكم واللي في نفسيتكم كل واحد أو واحد عايزة تسأل سؤال أو عندها تغبشايا في حتة معينة أو حتى عايزة تتمرد أو عايز يتمرد برضو ما احناش هنقول بقى كل شوية عايزة وعايز وكده يتفضل يقول وعلشان برضو ندي همسة كده اللي هو البنات الأول يعني ها قم نبدأ بالبنات في حد فيكم يا بنات عايز يتكلم أو يقول أو يسأل طب قولي اشتركوا في القناة